بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة من بيئة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحفي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب الصف السادس ابتدائي من جديد نرجع اليوم إن شاء الله نأخذ مراجعة وإثراءات لما تم دراسته في خلال الفصل الدراسي الأول عنواننا إن شاء الله سيكون إثراءات لمواد أو لدروس الفصل الدراسي الأول نذكر دائما بمتطلبات النشاط البدني متطلبات يومك بشكل كامل طوال أيام حياتك لازم تتجنب السهر حتى تعطي جسمك الطاقة اللازمة لعمل الأنشطة اليومية خصوصا الرياضية نتجنب السهر بالنوم الكافي ليلة من 9 ساعات إلى 11 ساعة ليلا أيضا تناول ثلاث وجبات صحية وفي أوقاتها فطور غداء وعشاء وفي المنزل حتى نتناولها في أوقاتها لازم ننام جيدا حتى تنتظم أوقات الوجبات ثلاثة لبس اللبس الرياضي المناسب حتى نستطيع أداء الأنشطة الرياضية بكل يسر وسهولة أيضا أهم الحاجة المكان الآمن لممارسة النشاط البدني لما نقول مكان آمن معناتها يكون ما في أتربة ما في غبار ما في عواقق ستسبب لي بإصابات لا سمح الله أخيرا شرب كميات كافية من المياه خصوصا أثناء ممارسة النشاط البدني لماذا حتى العوض السواء اللي يفقدها الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني فوائد الرياضة كثيرة جدا نحصرها ببعض الأشياء تحسن لياقتك وتكلمنا سابقا في درس للياقة القلبية التنفسية أنها تخلي لياقتك جدا منتفعة أيضا تحسن صحة عقلك ومزاجك دائما نلاحظ أن اللي يلعب أو يمارس رياضة دائما يكون شعوره مبسوط بعد أداء الرياضة تخلي جسمك أيضا يظهر بشكل جميل ومتناسق وتظهر أيضا تلتقيك بإذن الله من الأمراض مثل السمن والسكري وأخيرا تخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك اليومية خصوصا الرياضية طيب عرفنا المتطلبات وعرفنا الفوائد دائما تعودنا في كل حصة أننا نسوي إحماء لكن يفترض الآن أنكم أبطال حفظتوا الإحماء اللي كنا نسوي أثناء الحصة وأشكال الإحماء جدا عديدة والإحماء أساسا هو ممارسة لأنشط الرياضية لكنه منخفض الشدة والهدف دائما من الإحماء ماذا يا أبطال العضلة دائما قبل أداء مجهود بدني مرتفع الشدة حتى لللاعب اللي عنده لياقة بدنية عالية نلاحظ أنه ينزل قبل أداء النشاط الرياضي نشوف اللاعبين كرة القدم قبل أداء مباراية ينزلون للملعب يجرون حركات الإحماء أيضا اللاعب البديل اللي راح ينزل قبل لا ينزل تشوف المدرب يرسل حتى يجري حركات الإحماء لماذا؟ حتى تنتقل العضلة من فترة خمول إلى فترات إلى مرحلة منخفض مجهود بدني منخفض الشدة إلى مجهود مرتفع الشدة حتى نتفادى الإصابات البعض يقول كيف أدي أنا طيب الرياضة أو الإحماء وأنا في المنزل إحنا أديناها من نفس المكان أدينا أكثر من عشر تمارين وتستطيع أداء أكثر من عشرين أو ثلاثين تمارين بأشكال مختلفة تمتمل وتغير لا يوجد لديك عذر أو مبرر لعدم ممارستك الرياضة تستطيع أداء تمارين كثيرة في نفس مكانك حاول أداء تمارينك الرياضية دائما قبل أو أثناء حصصك اليومية أو بعد انتهاء يومك الدراسي حتى إيش تحافظ على صحتك ورياقتك البدنية عرفنا المتطلبات والفوائد وعرفنا أهمية الإحماء لكلكم حافظين أشكال إحماء كثيرة وإن شاء الله أنكم تطبقونها يا أبطال أول درس أخذناك كان التغير في معدل ضربات القلب أثناء المجهود البدني والتفسير المبسط له تتراوح ضربات القلب في الراحل لدى الفرد العادي الفرد العادي الطبيعي لما يعاني من الأمراض من سبعين وثمانين ضربة في الدقيقة الواحدة ويدفع القلب في كل ضربة من ضرباته كمية محددة من الدم لتصل إلى مختلف أجزاء الجسم وتزداد عدد ضربات القلب كلما ازدادت حاجة الجسم إلى كميات أكبر من الدم قل محتاجة عضلتي دم العضلات نفسها تمدها بالدم عن طريق قلنا الأكسجين يسحب من الهواء يأخذ الجهاز القلبي عن طريق راوية الدمية ينقله وينتج فيه طاقة عن طريق الخلاي تنقل إلى العضلات وتنتج طاقة حتى أستطيع ممارسة الأنشطة الرياضية طيب علشان أحضب الشيء هذا لازم أطور نفسي وأطور اللياقة القلبية التنفسية وهذا راح نتطرق لإن شاء الله ونراجعه لأنه سبق ودرسنا يزداد معدل ضربات القلب أثناء المجهود البدني أكيد كل واحد يمارس الرياضي يلاحظ أن ضربات قلبه ترتفع عن السبعين والثمانين في الدقيقة والسبب في ذلك هو حاجة العضلات التي تعمل أثناء ذلك المجهود إلى مزيد من الطاقة لاستمرار عملها فكما تتطلب السيارة القدر أكثر عند زيادة سرعة كيد السيارة كلما زادت سرعاتها استهلكت منزين أكثر يتطلب الجسم كذلك مزيدا من الدم عند أداء أنشطة رياضية مرتفعة شدة ويلجأ القلب إلى قوى الاحتياطية فتزداد عدد ضربات تصل إلى 140 أو 150 أو 160 ضربة حتى في الدقيقة يعني الضعف ليمد العضلات العاملة بكمية أكبر من الدم فعند قيام الفرد بمجهود بدني عنيب أو قوي فإن العضلات تحتاج إلى المزيد من الطاقة التي يتم إنتاجها عن طريق زيادة معدل احتراق المواد الغذائية داخل العضلات والتي تصلها عن طريق الدم ولكي يتم إحراق هذه الكمية الكافية من مواد الغذائية التي تعتبر وقود للعضلات يجب أن تتزود العضلات عن طريق الدم بكميات إضافية من الأكسجين والتخلص مثل أكسيد الكربون الناتج عن احتراق تلك المواد يعني باختصار لياختك لا تكفي لازم بعد ما نطبق قلنا المتطلبات دائما إيش إذا نمنا كويس إذا تغذينا بشكل جيد وقتها عندي جهازين الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الجهاز التنفسي يأخذي الأكسجين من الهواء المحيط حوالي ينقل قلب أو لاوعية دموية إلى الخلايا حتى تنتج أو توزع للطاقة مع الغذاء الموجود في جسمك إلى العضلات وقتها تستطيع ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل مستمر حتى لو كان مجهود بدني قوي جدا تستطيع الاستمرار بأداء لذلك دائما نلاحظ فيه طلاب أو لاعبين يتعبون أثناء ممارسة النشاط بدني وطلاب لا المعنى من ذلك أن هذا يمارس رياضة وهذا لا يمارس رياضة طيب بعدها أخذنا العلاقة بين شدة التمرين ومعدل النبض وش العلاقة بين معدل نبض القلب وشدة التمرين يلاحظ أن معدل ضربات القلب يزداد أثناء بذل المجهود البدني وتتوقف الزيادة في معدل ضربات القلب على شدة المجهود البدني وعلى حجم العضلات المشاركة في المجهود البدني ففي المجهود البدني الذي يتم فيه استخدام عضلات صغيرة مثل عضلات الأصابع الذراعين مثل الإرسال في كرة الطاولة أو الأعمال اليدوية في المنزل فإن معدل ضربات القلب لا يرتفع كثيرا مقارن بالمجهود الذي يتم فيه استخدام عضلات كبيرة مثل عضلات الفخذين التي تعتبرت أكبر في الجسم والساقين مثل الهرول أو الجري أو صعود الدرج أو ركوب الدرجات طيب معنى ذلك التمرين أي تمرين زين لح علاقة بشدة أنظ أكيد أن الواحد عندما يرسل إرسال في التنس أو يصوب في كرة سلة أو يسدد بلنتي أكيد أنه ما رح يحتاج قوة كبيرة ولا رح تحتاج لياقة أيضا كبيرة لكن عندما أدي مجهود مثل السباحة مثل الهرولة مثل الجري أحتاج لياقة بدنية عالية حتى أنمي اللياقة هذه رح نتطرق لها إن شاء الله وكيف أنميها في درس اللياقة القلبية التنفسية وهو الدرس الذي كان بعد هذا الدرس اللياقة القلبية التنفسية هي عمل متحد بين الجهازين الدوري والتنفسي على أخذ الأكسجين من الهواء الخارجي بواسطة الجهاز التنفسي ونقله بواسطة الجهاز الدوري عن طريق القلب والأوعية الدموية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قيام خلايا الجسم خاصة العضلات باستخلاصه لتوفير الطاقة اللازمة للعمل العضلي قياسها تقاس عن طريق اختبار الجري أول ماشي لمسافة ألف وميتين متر وحساب زمان قطع المسافة بالدقائق والثواني جهازين القلبي والتنفسي الجهاز التنفسي يسحب للأكسجين من الهواء المحيط وينقله عن طريق الدم إلى العضلات ويتم إنتاج طاقة أكبر للعضلات التي تستخدم في أداء النشاط طيب كيف أعرف أنا لياقتي القلبية التنفسية جيدة أو لا؟ في طريقتين في طريقة يستخدمها نشوف اللعيبة إذا وقعوا عقود مع بعض الأندية يقيسون دائما لياقتي كاملة عن طريق أجهزة ومختبرات تكون كبيرة هذا راح نتطرق لها لاحقا في مراحل متقدمة يا أبطال طيب أنا كيف أقيس لياقتي وانا في المنزل طيب؟ شي بسيط نمشي نحاول الجري أو المشي لمسافة كيلومتر ونقيس الوقت اللي أخذناه في قطع مسافة واحد كيلومتر والله أنا اليوم قطعتها في خلال 15 دقيقة معناتها أنا لياقتي القلبية تعتبر جدا متوسطة أو أقل من متوسطة بعدها أحاول أني أقطع نفس المسافة بزمن أقل حتى أصل لزمن قياسي وقتها أعرف أن لياقتي تطورت كيف تطورت؟ لأنني أنا كنت أقطع كيلومتر واحد ب15 دقيقة بعدها صرت أقطع كيلومتر واحد في ضرف 8 أو 9 دقائق ففرق 6 دقائق معناتها أنك إيش أفضل من اللي ما يمارس رياضة طيب كيف أصل للوقت هذا أو الزمن قياسي باستمرارك بأداء الأنشطة الرياضية راح تصل بإذن الله إلى اللياق القلبية التنفسية المطلوبة بعدها أخذنا القدرة العضلية وهي قوة مميزة بالسرعة قوة مميزة بالسرعة وتعرف بأنها قدرة الجسم على إنتاج قوة عضلية تتميز بإيش؟ بالسرعة مثل ما يتم في أثناء الوثب العالي والوثب الطويل لحظة الوثب أو في أثناء دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح فيها فهذه الرياضات تتطلب قوة والسرعة في الأداء في نفس الوقت تنميتها تتم بتدريبات تحاكي الأداء للمهارات المختلفة للألعاب كالوثب الطويل من الثبات والحركة والوثب العالي وغيرها القدرة العضلية هي قوة عضلية تتميز بالسرعة معناتها أنا أصدر قوة ولكن بإيش؟ بسرعة معناتها في الوثب الطويل أو الوثب العالي نشوف أن اللاعب أو الرياضي ينتقل بسرعة كبيرة بعدها تصدر العضلة أقصى قوة عندها بزمن قياسي بسيط يعني بثواني معدودة حتى أنتقل مثلا من مكان إلى آخر بقوة كبيرة وبسرعة كبيرة حتى أستطيع الفوز في المنافسة لذلك حتى أنمي القدرة العضلية لازم أنمي عناصر اللياقة البدنية الأخرى وأيضا أتمتع بلياقة قلبية تنفسية طيب كيف أنمي القدرة العضلية؟ أحد الأشياء التي يمكن أن نسويها أيضا في المنزل أوقف في مكاني أقفز من مكان إلى آخر أحاول أزيد قوة القفز أحاول أزيد قوة الارتفاع أحاول أقفز من النقطة التي أحطها إلى النقطة الأخرى وأؤدي التمرين بشكل مستمر هذا أحد التمرين وأشكال التمرين كثيرة تطرقنا لها في درس القدرة العضلية بعد دخلنا في وحدة كرة القدم وتكلمنا أول درس كان الجري المتعرج بالكرة من الوقوف الوضع أماما والكرة بين الرجلين ورفع الذراعين جانبا أسفل وثنيهما من مفصل المرفقين تكون الذراعين دائما إيش؟ جانبا وأسفل وتثنى من المرفقين تتابع ركل الكرة والتقدم إلى الأمام مع مراعاة عدم ابتعادها كثيرا عن القدم ولمسها في كل خطوة يعني كل خطوة تمشي لازم القدم تلمسيش الكرة عنده هجوم المنافس لاستخلاص الكرة يقوم الطالب بركل الكرة بالرجل الأخرى مع ملاحظة أن يضع الطالب جسمي بين الكرة والمنافس والنظر دائما يكون وين؟ متجه للأمام عند الجري بالكرة أماما يفضل ركل الكرة بالقدمين بالتبادل بوجه القدم الداخلي والخارجي معناتها أنا علشان أطبق الجري المتعرج بالكرة بشكل صحيح يا أبطال لازم أعرف كيف أنا أمشي بالكرة بشكل صحيح وكيف أجري بالكرة بشكل مستقيم بشكل صحيح بعدها أقدر أدي الجري المتعرج بشكل صحيح معناتها إذا طبقت الأشياء دي رح أقدر أطبق الجري المتعرج بشكل صحيح لازم أن الكرة تلمس كل خطوة أخذها تلمس الكرة بقدمك ولازم بالوجه الخارجي للجسم والوجه الداخلي اللي هو القدم عفواً الوجه الخارجي للقدم والوجه الداخلي للقدم أيضاً النظر يكون دائماً حاول يكون للأمام يكون للكرة قليلاً ثم للأمام حتى إذا أتى المنافس لقطع الكرة أضربها بالاتجاه المعاكس حتى أتجاوز اللاعب ودائماً الجري أساساً بالكرة يكون وفق الحاجة في المباراة ما ينفع أني أطبق الجري المتعرج في كل وقت للمباراة أحياناً أكون محتاج أني أمشي بشكل متعرج حتى أتجاوز الخصم وتكلمنا عن تمرين كثيرة أن نضع أقمع أو بديل للأقمع مثلاً علب الماء وحاول أدخل فيما بينها حتى أستطيع التطور في أداء المهارة وشرحنا أداء أو فيديوات تشرح كيف أطبق المهارة بشكل مبسط ثم نتصل إلى المستوى العالي في أداء المهارة وقلنا عشان نطبق المهارة بشكل صحيح لازم نتدرج ونعرف أن المشي الصحيح في الكرة ثم الجري الصحيح في الكرة ثم الجري المتعرج في الكرة لذلك دائماً لازم نربط المهارات التي أخذناها في مراحل سابقة في الدراسة مع الخطوات التي ناقذها أو المهارات التي ناقذها أيضاً في صف سادس ونربط المهارات مع بعض ونطبق الخطوات الصحيحة وبشكل مستمر حتى نصل لمستوى عالي بعدها دقلنا على درس كتم الكرة بوجه القدم الخارجي كتم الكرة اللي هو الكنترول بشكل عام من الوقوف الوضع عماماً ورفع الذراعين جانباً وأسفل وثانيهما من نفس المرفق نفس الشي يعني رجل الارتكاز تشير إلى تجاه الكرة رجل الارتكاز مثلاً هذه القدم اللي راح تستلم الكرة اليمين رجل الارتكاز هي اليسار تشير لاتجاه الكرة دائماً ثاني رجل الارتكاز قليلاً وسحب مركز ثقل الجسم ليكون عليها رجل الارتكاز دائماً اللي ما راح تستلم الكرة نثني الركبة قليلا جدا ويكون ثقل الجسم كامل على قدم الارتكاز أربع رفع قدم الرجل مؤدية للمهارة للأعلى وللداخل قليلا لتصنع فراغم بينها والأرض بحجم الكرة مع ثني الجذع للأمام قليلا بمجرد لمس الكرة للأرض يتم ملامسة وجه القدم الخارجي لها أثناء ارتدادها من الأرض ينبغي رفع القدم قليلا عن الكرة لأعلى لامتصاص ارتدادها الكنترول لها أشكال كثيرة يا أبطال ممكن بالصجر ممكن بالرأس ممكن بالكتف جميع أجزاء جسمك لازم تعرف كيف تستلم الكرة بشكل صحيح كتم الكرة معناتها أن كرة قوية جايةني أو سرعة محددة أنا لازم أدي المهارة بشكل صحيح أولا ثقل الجسم يكون على قدم اللي ما راح تستلم الكرة وتكون القدم اللي راح تستلم الكرة باتجاه الكرة اللي جايتني القدم اللي راح تستلم الكرة تتمرجح للخلف لماذا؟ حتى أستطيع أو للأعلى والخلف قليلا حتى أستطيع أمتص قوة الكرة ثم لحظة قرب الكرة من القدم تكون المسافة بين القدم والكرة جدا بسيطة حتى ما تضرب الكرة فيني وتبتعد وتنتقل لللاعب المنافس ويتم قطعها وممكن تتسبب بهدف على الفريق لذلك استلام الكرة بشكل صحيح لو كتم الكرة بوجه القدم الخارجي أيضا أتعلم أشكال كتم السابقة وأربطها فيما بعض أحاول أني أعدي المهارة في المنزل وتطرقنا لشرحها بشكل أكبر ومفصل في دارس كتم الكرة بوجه القدم الخارجي بعدها دخلنا على درس ضرب الكرة بالرأس من الثبات ضرب الكرة بالرأس من الثبات من أهم المهارات يا أبطال في كرة القدم أولا من وضع الوقوف الوضع أماما والذراعين بجانب الجسم نشوف الذراعين بجانب الجسم وثنيهما من مفصل المرفقين شايفين الثاني هنا؟ ثاني الركبتان وميل الجذع خلفا قبل ضرب الكرة ومرجحته للأمام لضرب الكرة شايفين هنا الركبة؟ مثنية للقدم الأمامية ومثنية قليلة للقدم الخلفية الجذع مائل للخلف لماذا؟ حتى أستطيع دفع الجسم وضرب الكرة بكل قوة ضرب الكرة بمقدمة الرأس الجبهة يعني من هنا؟ أضرب الكرة بمقدمة الرأس الجاسب من متصفها حتى تسير في الاتجاه المطلوب وإن أمكن تضرب من الجزء العلوي وليس من أسفلها ينبغي أن تكون عينان مفتوحتان عند ضرب الكرة العيون دائما مفتوحة ما أغمض عيوني لحظة ضرب الكرة استمرار مرجحة الجذع للأمام بعد ضرب الكرة ورفع الذراعين جانبا بخفة لحفظ التوازن معناتها أنا لما أكون واقف ضرب الكرة بالرأس بشكل عام الآن حتى حراس المرمى لازم يتقنونها أحيانا يكون خارج منطقة الجزاء ويحتاج أن يطلع ويشتت كرة عالية أكيد خارج منطقة الجزاء ما رح يستخدمي دينا فكيف بقية اللاعبين؟ أي كرة عالية أساسيا لللاعب المهاجم واللاعب المدافع لازم يتعلم ضرب الكرة بالرأس لتسجيل الأهداف وأيضا لمنع الأهداف على فريقي قلنا أن القدم تكون مرتكزة على قدمين تكون في ثاني الركبتين أيضا يكون الجذع للخلف تكون العيون مفتوحة وضرب الكرة يكون من الجبهة ويكون من أعلى وليس أسفل أيضا أخذنا درس أو عنصر مهم من عناصر اللياقة البدنية وهو التوافق التوافق هو قدرة أو قدرة الفرد على إدماج حركات أو أنواع مختلفة داخل إطار واحد كما أنه قدرة الفرد على أداء عدد من الحركات المركبة في وقت واحد التوافق هو توافق عضلي عصر يكون عندك مهارات مركبة إما ثنتين ثلاث أربع مهارات يكون أنك تطبقها بدون أي خطأ ودائما نلاحظ أن التوافق موجود في أغلب الرياضات خصوصا نشوف رياضة الجنباز مثلا نلاحظ أن اللاعب يؤدي حركات مختلفة في زمن قياسي جدا يعني يعتبر سريع لذلك لازم أن الإشارات العصبية تنتقل للعضلات لإيش؟ تغيير وضع الجسم وتغيير وضع الحركة خطأ بسيط قد يكلف خسارة المنافسة أيضا نلاحظ في بعض الألعاب القتالية نلاحظ في بعض الألعاب القوة حتى عند الألعاب الجماعية لازم التوافق يكون دائما عنصر مهم لازم ننميه مع عناصر اللياقة البدنية فعنصر مهم نلاحظ لو بحثنا عن رياضات مثل الجنباز نشوف كيف اللاعب يؤدي الحركات مختلفة في زمن قياسي سريع ومن دون أي خطأ هذا معناه أنه يملك توافق جدا عالي والتوافق أيضا نحتاجه حتى لو لم نكن رياضيا ولكن نستخدمه أكثر في الرياضات مختلفة خصوصا لللاعبين المحترفين أهميته تظهر عندما يقوم الفرد بحركات تتطلب استخدام أكثر من عضو من أعضاء الجسم في وقت واحد خاصة إذا كانت هذه الأعضاء تعمل في أكثر من اتجاه في نفس الوقت ويتطلب ذلك تعاون كاملا من الجهازين مثل ما ذكرنا العضلي والعصبي لتتمكن أو لتتمكن من أداء الحركات على أفضل صورة خاصة المعقد منها طيب تخيل أنت منتقل بجسمك بشكل سريع فجأة قدم تكون لليمين ثم قدم لليسار ثم تعمل أكثر من دوران للجسم ثم بعدها ترجع تغير وضعية الجسم إلى وضعية أخرى أنت تحتاج أساسا لتركيز عالي حتى يكون فيه توافق جدا عندك وتنتقل إشارات العصبية إلى العضلات لأداء المهام المطلوب منها طيب كيف أنمي هذه؟ إذا أنت مثلا لعج مباز أكيد استمرارك في أداء المهارات جسمك رح يكتسب أنه أنا خلاص اعتدت على أداء المهارات هذه في الزمن هذا ومن دون خطأ فاستمرارك في أداء الرياضة بشكل مستمر تحاول تركيب مهرتين مع بعض ثم ثلاث مهارات ثم أكثر حتى تستطيع التطور في كل رياضة ممكن بعضها تتطلب أداء عضلتين ممكن بعضها أكثر فنحاول دائما نحاول أن نمي عنصر التوافق بأداء التمارين وذكرناها قبل في درس التوافق أخيرا أتمنى أنكم تكونون استفدتوا استمتعتوا معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله يا أبطال